الحمد لله لا يقال لغيره يا الله فابتغي بنيا بطاعته رضاه فبالجود يعطي كل واحد منا مبتغاه هو جل جلاله أكرم من سئل وأجود من حمد من عرف بالدليل وبالدليل عبد وأصلي وأسلم على خير خلقه أمينه على وحيه قائم له دائما بأمره إنه محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أبنائي وبنات نلتق اليوم إن شاء الله تعالى حوله مراجعة نهائية لمنهج أصول الدين وقبل أن نقوم بتلك المراجعة المباركة ندعو بكل الخير للقائمين على هذا العمل إعداداً وإخراجاً وإشرافاً وهيا بنا أبناء وبنات إلى تلكم المراجعة المباركة المراجعة النهائية لمادة أصول الدين نبدأ أولاً يا أبناء بفرع التوحيد بنيّة قد يأتيك سؤال ألا وهو ما الجن؟ أي ما تعريف الجن؟ وما وصفهم؟ وما حكم الإيمان بهم؟ وما دليله؟ تجيب يا بنيّة على النحو التالي وتقول أولاً تعريف الجن نقول في تعريفهم هم أجسام لطيفة مخلوقة من النار لهم القدرة على التشكل بالأشكال الحسنة أو القبيحة والقدرة على الإتيان بالأفعال الشاقة كالغوص في الماء والصعود إلى السماء والآن أبين لك يا بنيّة وصف الجن نقول في وصفهم الجن يأكلون ويشربون ويتناكحون وهم مكلفون بالإيمان والطاعة كالإنس سواء بسواء قال مولانا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ والآن بنيّة وينك حكم الإيمان بوجودهم نقول في ذلك الإيمان بذلك واجب لما يترى نقول لأنه جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع الأمة فمن أنكر وجودهم أي من أنكر وجود الجن فقد كفر لما نقول لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة قلنا يا أبناء أن الإيمان بهم واجب إذن ما هو دليلك على ما تقول يا شيخ نحن كما تعلمنا في أزهرنا الشريف زاده الله شرفا ورفعة وزاد القائمين على أمره رفعة وحكمة تعلمنا أننا لا نقول أحكاما إلا بناء على أدلة طيب ما هو الدليل نقول الدليل على ذلك أولا من القرآن الكريم قول مولانا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وقول مولانا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أما من السنة النبوية الشريفة فمنها ما روي عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أي قال جابر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم صورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قرأتها على الجن فكانوا أي كان الجن فكانوا أحسن منكم كنت كلما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا أي قال الجن قالوا ولا شيئا من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد والآن بنيا قد يأتيك سؤال آخر في التوحيد أيضا يقول لك ما التصوف أي ما تعريف التصوف وما أصوله تجيب يا بنيا على النحو التالي وتقول أولا تعريف التصوف نقول في تعريفه هو تنقية النفس من الأخلاق القبيحة وتحليتها بالأخلاق الحسنة والآن بنيا أبين لك أصول التصوف نقول أصول التصوف تبنى على التالي التوبة الشكر على النعم الصبر على البلاء الرضاء عدم الإصراف في الطعام العزلة ما أمكن عن الناس الصمت الذكر التفكر في مخلوقات الله عز وجل الاقتداء بمن سلك ضريق أهل الله جل جلاله على يد عارف ينتهي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن بنيا ننتقل إلى فرع آخر من مادة أصول الدين ألا وهو فرع السيرة بنيا قد يأتيك سؤال ألا وهو في أي سنة كانت حجة الوداع ومتى تحرك ركب الحجيج تجيب يا بنيا على النحو التالي وتقول كانت حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة ويا بنيا حجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن نبين لكم يا أبناء تحرك ركب الحجيج نقول في ذلك في يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة تحرك أمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن بنيا يأتيك سؤال أكمل ما يأتي العبارة تقول لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة استلم قبل أن تكمل يا بنيا تروى جيدا نعم استلم الحجر الأسود فتح الله عليك يا بنيا وقبله وطاف بالبيت نعم سبعا فتح الله عليك يا بنيا ثم سعى بينه تروى يا بنيا وتمهد نعم بين الصفاء والمروى سبعا ثم ذهب إلى نعم يا بنيا إلى منا ومنها أي من منا إلى جبلي نعم فتح الله عليك يا بنيا إلى جبلي عرفات فأقيمت له نعم فأقيمت له خيمة فاستراح حتى زالت الشمس ثم ركب ناقته نعم يا بنيا فتح الله عليك ناقته القصوى وخطب في الناس خطبة الوداع فتح الله عليكم جميعا والآن بنيا يأتيك سؤال آخر يقول لك ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ العبارة يا أبناء تقول مرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر شهر رمضان في سنة أو في السنة الحادية عشر من الهجرة نعم الإجابة خطأ أو العبارة خطأ فتح الله عليك يا بنيا طيب ما هي العبارة الصحيحة نقول مرضى النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر شهر صفر فتح الله عليكم جميعا تأتي عبارة أخرى يا أبناء تقول كان صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها نعم يا بني العبارة صحيحة فتح الله عليك يا بني تأتي عبارة أخرى تقول قبض صلى الله عليه وسلم وهو في الثالثة والسبعين من عمره فتح الله عليك يا بني العبارة خطأ والصحيح نقول قبض صلى الله عليه وسلم إلى رحمة الله رضوانه وهو نعم يا بني في الثالثة والستين يأتي يا بني سؤال آخر يقول لك كم سنة قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة ونشر الدعوة تجيب يا بني وتقول قضى صلى الله عليه وسلم ثلاثا وعشرين عاما يجاهد من أجل تبليغ رسالة ونشر الدعوة ننتقل إلى فرع آخر ألا وهو فرع التفسير قد يأتيك موضوع تحت عنوان وجوب التثبت من الأخبار قال مولانا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين بنيا قد يأتيك سؤال يقول لك ما معنى الآتي فاسق بنبأ فتبينوا بجهالة فتصبحوا نادمين وما معنى الآية الكريمة وما لطائف النص الكريم ثم بيّن الدروس المستفادة تجيب يا بنيا على النحو التالي وتقول أولا بيان معاني الكلمات فاسق معناها خارج عن حدود الشرع بنبأ تعني بخبر فتبينوا أي اطلبوا بيان الحقيقة بجهالة أي بسفة وبدون وجه حق فتصبحوا أي فتصيروا نادمين مغتمين غمّا دائما والآن بنيا وينك المعنى العام للآية الكريمة نقول في ذلك الآية ترشدنا إلى وجوب التثبت من الأخبار لما هي ترى نقول لأن التصرع في تصديق الأخبار يؤدي إلى إفساد العلاقات بين الناس ولا يقتصر التثبت يا أبناء على أخبار الفساق لما نقول لأن بعض الصالحين يحسنون الظن بالناس ويصدقون كل أقوالهم فينقلونها بعد ذلك لمن حولهم لذا وجب التثبت من أخبارهم كذلك والآن نبين لكم فائدة أن نلتزم بالنص الكريم نقول في ذلك الالتزام يؤدي إلى القضاء على الأخبار والإشاعات الكاذبة في مهدها والآن بنيا أبين لك لطائف النص قرأ حمزة والكسائي فتثبتوا ومعناهما واحد إذ هما بمعنى التأني وعدم التعجل والتعبير يا أبناء بإن المفيد للشك في قوله إن جاءكم للإشعار بأن الغالب في المؤمن أن يكون يقضا يحكم عقله فيما يسمع من أنباء أو أخبار تنكير الفاسق والنبأ هنا لما يترى نقول لإفادة العموم في الفاسق وفي النبأ أخيرا يا أبناء أبين لكم الدروس المستفادة من الآية الكريمة نقول في ذلك وجوب التثبت من الأخبار التي نسمعها أو نقرأها أيضا الأصل في المؤمن أن يكون يقضا يحكم عقله في كل ما يسمع أخيرا عدم التثبت من الأخبار ربما يؤدي إلى الندم بعد فوات الأوان والآن بني نتوجه إلى فرع آخر من فروع وصول الدين ألا وهو فرع السنة الشريفة عنوان عنوان الحديث المرء مع من أحب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب بنية قد يأتيك سؤال على هذا النص الشريف يقول لك ما معنى الآتي لم يلحق بهم المرء مع من أحب وما الذي يبينه الحديث الشريف وهل هناك ما يؤكد ذلك ثم بين ما يرشد إليه الحديث الشريف تجيب يا ابني على النحو التال وتقول أولا بيان معاني الكلمات قوله لم يلحق بهم أي في الأعمال وطرق الكمال فلم يعمل عملهم إذ لو عمل بمثل عملهم لكان منهم ومعهم قوله المرء مع من أحب أي يحشر مع من أحب ويكون رفيقا له أي رفيقا له في الجنة ثانيا نوضح لكم يا أبناء ما يبينه الحديث الشريف نقول في ذلك يبين الحديث مدى محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانوا يتفكرون فيما أعد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من المقام الرفيع والمنزلة العظيمة فيرون أنهم دونه في الفضل فيخافون أن يحرموا من مرافقته في الجنة فلهذا سأل الصحابي الجليل هذا السؤال بطريقة غير صريحة فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا له بأن المرأة يوم القيامة يكون مع من أحب كما بيّن الحديث الشريف فضل حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات والآن نبين لكم يا أبناء كيفية تحقق المحبة نقول تكون أي تكون هذه المحبة بطاعة الأمر واجتناب النهي والتأدب بالآداب الشرعية هذا ولا يشترط في محبة الصالحين أن يعمل عملهم إذ لو كان كذلك لكان مثلهم كما لا يلزم من كونه مع من أحب أن تكون منزلته وجزاءه مثلهم من كل وجه ثانيا نبين لكم يا أبناء ما يؤكد ذلك ورد حديث آخر يؤكد هذا المعنى ما هو ياتر نقول عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قال صلى الله عليه وسلم وما أعددت للساعة قال حب الله ورسوله قال صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت قال أنس رضي الله تعالى عنه فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم آخرا يا أبناء أبين لكم ما يرشد إليه الحديث الشريف نقول في ذلك عظم فضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجزيل عطائه لهم ولطيف نعمائه لهم أيضا يا أبناء بيان عظم حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم سبب في دخول الجنة أخيرا يا أبناء الحث على صحبة الصالحين والأخيار واجتناب صحبة المفسدين والأشرار سوف أبين لك جانبا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نقول في ذلك يا أبناء وصف القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم ووصفته أم المؤمنين عائشة عليها الرضوان بقولها كان خلقه أي كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه كما وصفته أم المؤمنين صفية بنت حيي عليها الرضوان بقولها ما رأيت أحدا أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق لذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق وعلى مكارم الأخلاق نقول في ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا على حسن الخلق ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا قائلا أي كان يقول في دعائه دائما اللهم كما حسنت خلقي أي كما حسنت هيئتي حسن خلقي فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما يجعل المؤمن بأخلاقه في أعلى المنازل فقد قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أكمل المؤمنين هو من تخلق بالأخلاق الحسنة فقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن البر إنما هو في الأخلاق الحسنة قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق وقال صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق أي ليس هناك شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق وقال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق وسئل صلى الله عليه وسلم من أحب عباد الله إلى الله فكان الجواب في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا أي أن أحب الناس إلى الله جل جلاله ومن نعم يا بني هو أحسنهم في الأخلاق وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة أي عن أكثر الأعمال التي تدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق أي أن أكثر الأعمال التي تكون سببا في دخول الجنة نعم تقوى الله وحسن الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم بل قد لخص رسالته الشريفة كلها في جملة واحدة فقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والخلاصة في ذلك يا أبنائي ويا بناتي أننا نبين قيمة الأخلاق الحسنة وأنها أي هذه الأخلاق الحسنة تورث لصاحبها تورث لصاحبها محبة الله تعالى ومحبة عباده الصالحين أيضا من خلال ما تقدم نبين فضيلة صاحب الخلق الحسن نبين أيضا الأخلاق الحسنة صفة من صفات ما هو كسبي أي من سعي العبد وتنشئته وتربيته في هذه الحياة وإلى هنا أبنائي وبنات نصل إلى ختام تلك المراجعة النهائية سائلا المولى عز وجل لكم بالعلم النافع والنجاح الدائم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته